بالله لكم جماعة بس بعد اذنكم لو سمحتوا لو سمحتوا عشان خلاص الواحد هنا محدش ييجي يقول لي يكفينا الاداء المشرف محدش ييجي يقول لي ان انت احنا بفريقنا اللي مفهوش لعيبة لعبنا قدامنا وكريستيانو ومش عارف مين ومين 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 وتعادلنا ما يبقاش دايما طموحنا وافكارنا وخيالاتنا ان احنا نتعادل مع فرقة تقيلة ما يبقاش دايما بنطبطب على اللعيبة ونقول لهم معليش معليش تلعب ما يهمكش وعادي يا جماعة مال تموتش كبير وخرجنا خروج ممتاز ولعبنا قدام منتخب العالم طول ما احنا بنعمل كده مش هنكسب بطولات طول ما احنا بنحسس على اللعيبة ونقول لهم برافو يا جماعة يلا يلا كده حلو واداء مشرف مش هنكسب اي حاجة في الدنيا خلاص بحدش بيقول لك هاجم اللعبة في الملعب انا ضد انك تشتم اللعيبة او تعمل هتفات موسيقى بس تعالي خلاص اسكو تومشي بقيتش بقيت حي و اوه تعالي لا لا اقول له كل يجي كل كل يجي كل يجي كل لا مش عارف بين لازم يجي كل هيجو اعملوا ايه هيجو اعملوا ايه هيجو اعملوا ايه حيات ربنا اتقول لي بس عمر لا احرام عليك ما تظلمهمش دا عملوا اداء مشارك في عم ماشي برافو للعيبة شفو حلو يا الله جميل جدا وزوريو اللي عامل شوت اول ممتاز شوت اول طمعنا انا كراجل زبالكاوي انا قلت يجد عن كريستيانو ايه ومانيمين يا بشد احنا بشوية لعيبة صغيرة وعمدين اداء ولا اروع وبدأت اهدى بقى كده وقول ايه لا خلاص يا جماعة فعلا الناس هب عندها حق وحنا لعيبة فعلا صغيرين مش اصغيرين في السن يعني لعيبة مش بقلل من حد والله العزيزينا جماعة بس كل اللي عندنا مينشي كبالة وزيزو فتوح اللي بقى كله ايه يعني الحمد لله على الله حكيتنا اللي عمل مطش حلو هتقول لي ايه انا مش فهمك انت عايز تولي دلوقتي هقول لك اه بالنسبة للتيم بتاعنا والمشاكل اللي احنا فيها ومفيش انتقالات كويسة واللعبة بتمشي والادارة مش موجودة واللعبة بتاخدش فلوسها والقصة دي كلها ان احنا نخرج بالنتيجة دي من قدام النصر واحد واحد في ظل كل الظروف دي اه كويس مش وحش كويس مش وحش بس لو فكرنا كده وبقى ده هو تفكرنا وده يبقى بتجيب مبررات لنفسنا عمرنا ما هنكسب ولا هناخد بطولة ده الفرق بيننا وبين الاهلي هدو اللي جاب بسرت الاهلي دي وقت في اي وقت عايز احط الاهلي في اي جملة وفيته وخلاص واحد الزمالكية ومثلا لسه شايف ان الزمالك كده حلو قوي اللي احنا عملناه الزمالكية واخواتي وحبيبي والاهلوية اخواتي وحبيبي وكلنا في الاخر اخواته بنشجع كورة فانا بتكلم ان يا جماعة من فضلكم ما يبقاش طموحنا ان احنا فرحانين عشان احنا عدلنا مع النصر على رأسي كريستيانو على دماغي عم مانيه على دماغي عم فوفانا وبروزوفيتشو والشيلة الحلوة وانت ورقاصني يا جدع لكن وبعدين انت خرقت ما نفس الموديل الفني ده هو اللي خرق قدنا مش هيجيش لس الحكم الظالم خرجنا بسبب درب الجزاء وانت يا عم الروش طالما انت يا جامد ما كسبتش ليه ما كسبتش ليه عم الروش النهاردة مطش النصر شرط الاول طالع انا بقول لك اوزوريو انا كنت بسقف له لو الفيديو اللي فاتت فتكر وقلت لكم يقول لكم جماعة اوزوريو مدير فني محير انا محتق انا مش عارف اسقف له ولا اشتم انا مش عارف والله انا كده كده ما بشتمش يعني مدربين ولا لعيبة اكده كده كله بيلعب يعني اكيد لو قاعد مع صحابي في سري ما علينا مش عارف ان نخش في التفاصيل دي في العموم يعني لكن انا بتكلم في نقطة مهمة جدا انا بقاعد قدام اوزوريو اسقف ولا اقول مش كويس ولا اطفي ولا اعمل ايه حد يرسيني فبتقعد تتفرج ما تبقاش عارف شرط اول جميل شرط تاني بدأ شغال فجأة واحدة اوزوريو لا انا اذا ما بقاش محنك بقا ده انا بقى قالي مش محنك عشرين دقيقة سايب التحنيك وقاعد بتتعامل كئيني ومدرب طبيعي ومقفل قدام فريق زي النصر انا بطلع سف الدين الجزئري يابق بتعمل ايه يابق المثل بيقوللك طول ما هي ماشية ما تلعبش فيها انا عارف انا بقولك كده بتدافع من ديئة ستين يا جاحد الديئة ستين وانت اصلا كنت ضغطوا من شط الأول ومقرب بينهم وعملت ضيع فرص تيجي لشط التاني في أوله برضو ضغطهم اروح املي لا بقى انا جبت جهون ادافع من ديئة ستين تلاتين ديئة بتدافع طب خليني معاك للآخر خليني معاك للآخر خالص خالص جيت انت حضرتك دفعت من ديئة ستين قلنا معلش معذور برضو مانيو كريستيانو وتاليسكا وبروزوفيتشو وفوفانا وتاليس ليلى ياابا ليلى الراجل خايف منتخب عالم بالنسباله منتخب العالم من العواجيز وانه فاجأ انه عمل تغييرة والله العظيم والله يا جدعان وهو بيعملها انا كنت حاسس بان فيه مصيبة جاية فيه كارسة رح مخرج عمر جابر وعمر السيسي الاتنين الارتكاز يابيه ورح منزل حتم السكر شمال ونمار يمين دماغه فيها ايه الله هو اعلم بتفكر في ايه سبحان الله سبحانه العاطي الوهاب ايه الفكرة يعني والله يا جبا انا بامسك لساني والله العظيم ايه الفكرة السيئة الفكرة الغير مفهومة الفكرة الغير مرئية اللي جات في دماغك بتاعي سحبت وروحت منزل ايه ارتكاز نزلت روقة جميل فكرة انت سحبت الورا وتلعب عن مرتدة من الديئة كام ستين تقريبا بعد كده الدنيا ماشي كويس الى حد امام اقفليني الى حد امام اغرج الاثنين ارتكاز عمر جابر كان ملعب ارتكاز اساسي وساعات بيخش قدام شوية لكن اسو كان ارتكاز في نص الملعب ونزل يمين وشمال افتح بقى نص ملعب حلا بسة واعتمد عن روقة مودريتش في نص الملعب يلا يا ابا يلا ما طبيعي كريستيانو يجري وكريستيانو دي عايز اربعة يمسكوه لما كنت بترجع مع عمر السيسي يقف قدامه يسد شوية يرجع ورا لها حاتم حاتم مين يلاقي حسام عبد المجيد يمين محمد عبغاني اه بيسد شوية الراجل خلاص بقى لوحده اللعبه يعيني تخضه مين دول جري من وسط الاثنين هب كانت لوب جون في ثانية الباكليفت اللي رفع الكرة اللي حضرتك مش عارف حتى تخلي واحد يمسكو ولا واحد يقف قدامه انت يا باشا فيكو نافا ولا عارف حتى تخلي حد يمسكو ولا وفق قدامه خليته يرفع بدون بلوك بدون اي بتنجان طبعتهم فيك وخليتهم يهجموا عليك انت السبب ايوة يا ازوريو انت السبب عارف ان زمانك مليان مشاكل بس انت السبب انت اللي عندك المشكلة كفاية بقى جماعة نقعد مركزين ويا ازوريو مدرم االميو مدرم والله العظيم ما بيت فاهم له حاجة على الله حكايته ولا كويس ربنا رب ان شاء الله يصر الحال في الامور القادمة وهلحق بقى الاكسترا تايم بتاع الاهلي ان شاء الله واعلق لكم عليه لم يخصوا محيش مطشة قلي من اول سلام عليكم يا شباب